في إطار مشروع التعليم والمواكبة عن بوك مجموعة مدارس نخبة طيبة تكثف الجهود وتدورهن إشارتكم جنع الوسائل الضرورية التي من شأنها أن تساهم في إنجاح هذه العملية جديدة كل الشكر والإمتنان إذن للفريق التربوي والفريق الإداري والشكر موصول كذلك لتلامذة الأعزاء وآبائهم المحترمين على تفاهمهم، التزامهم وكذا مشاركتهم والآن أعزائي التلاميذ سنمر إلى مكوّل القراءة موضوع الدرس هو تصفية الصعوبات نسب الحروف تالية حرفه الدال، الدال، الراء، الزي، العين، الغين مع تسميع نص زهرة التفاح دائماً الوحدة الخامسة أسبوع الثالث الحصة الأولى الهدف من الدرس هو دعم الحروف المتشابهة والأصوات المتقاربة دينا الحرفان دينا حرفه الدال والدال، الراء، الزي، العين، الغين الآن سنمر إلى الكلمات البصرية نقرأوا معي أبريل، خلف، يمين، ياسار بعدما قرأنا الكلمات البصرية، سنمر إلى هذه الأصوات لدينا أصوات الحروف، فمطلوب منكم، ونسأسوني بكلمات لتضمن هذه الأصوات أول صوت لدينا صوت د لنقصي بكلمات تضمنوا صوت د نحن نسم لدينا كلمات مثل كلمات ديكون ديكون، لديكون تضمن صوت د لنصوت ذ ذ نسم لدينا كلمات ذيبول لنصوت ر جيد مثل رأس صوت ز مثل زرافة ثم صوت لا مثل عينب صوت غ مثل غراب نمر الآن إلى الوعية الصوتي نلاحظوا معي هنا هذه مجموعة من الكلمات المطلوب منكم هو بمثل مصابقة ترفعوا الأصبر أصبعا واحدا إذا سمعتم صوت ذ مع الحركات القصيرة وإذا سمعتم صوت ذ مع الحركات الطويلة لديكم أن ترفعوا أصبعين وإذا سمعتم صوت ذ مع التنوين ترفعوا ثلاثة أصابع نبدأ أرى بسم الله كلمة ماذاقه هنا فقط خطأ ما تباعي لأن ميم متصلة مع الدل أقرأوا ماذاقه ميم متصلة مع الدل ماذاقه لكم أصبح سأرفع إذا سمعتم صوت أصبح عين لأن لديه صوت صدح مع الحركات الطويلة هنا كلمة ذابة كم أصبح سأرفع إذا سأرفع أصبح عين لأن لديه صوت صدح مع الحركات الطويلة لدي ذن تابع هنا نتابع ذن صوت صدح مع التنوين إذا سأرفع ثلاثة أصابع بذور بذور صوت صدح إذا مع الحركة الطويلة سأرفع أصبعين إذا أتم إذا أتم صوت صدح مع الحركة الطويلة سأرفع أصبعين ذكرى لاحظوا معي صوت صدح مع حركة قصيرة سأرفع أصبعا واحدا يضوق يضوق لاحظوا صوت صدح مع الحركة الطويلة إذا سأرفع أصبعين الآن أعزائي التلاميذ سأقرأ عليكم نصا زهرة الكفاح والمطلوب منكم هو أن تسمعوا جيدا النص وأن تحددوا بعض الكلمات التي تتضمن الأصوات التي تتعرفنا عليها في هذا الدرس سأقرأوا النص زهرة التفاح حل الربيع أظهرت أشجار التفاح والخوخ أسرعت زينب إلى الحديقة بسرور لعبت مع الفراشات وغنت مع الطيور قطفت زينب زهرة حزنت الأطيار والأشجار عجبت زينب همثت في أدنها فراشة قطفت الزهرة قبل أن تصير تفاحة اعتذرت زينب بعد اليوم لن أقطف زهرة أعيد القراءة زهرة التفاح حل الربيع أظهرت أشجار التفاح والخوخ أسرعت زينب إلى الحديقة بسرور لعبت مع الفراشات وغنت مع الطيور قطفت زينب زهرة حزنت الأطيار والأشجار عجبت زينب همثت في أذنها فراشة قطفت الزهرة قبل أن تصير تفاحة اعتذرت زينب بعد اليوم لن أقطف زهرة بعدما سمعت سوم المصر الآن لدينا جدول التي تضمنوا أسواق الحروف التي طرفني عليها في هذا الدرس صوت حرف الدال كلمة التي تضمنوا في النصر وهي كلمة الحديقة صوت حرف الراء أشجار أسرعت الفراشات طيور هنا صوت حرف العين ع سمعت كلمات الرابي لاعبت أسرعت هنا صوت ذ كلمات التي سمعتها صوت ذ أعتذرت أذنها هنا صوت حرف ذي أظهرت زينب زهرة حزنة وإذن لدينا الصوت غ غنت إذن هذه كلمات التي ذكرت في النصر واستمن الأصوات التي تعرضنا عليها الآن سنمر إلى تقطيع بعض الكلمات لدينا كلمة أشجار هذه المسال فقط أشجار إذن سأجزئها لدينا أش لدينا الحرف لسكون إذن هذا مقطع أول لدينا الحرف الساكن دائما يجزئ أما الحرف الذي قبلها أش ثم جا لدينا الحرف مهند إذن مقطع واحد ثم لدينا رون مقطع ثالث وهكذا قومت قمت بتجزئ الكلمة الآن سنمر إلى قراءة مقاطع الحروف مطور الداب كما لاحظتم أن هذه الحروف سبق وتعرفنا عليها والآن لدينا الآن ترسوها أنها تتشابه من حيث الشكل وأيضا تتقاربه حيث الصوص لدينا نبدأ نفتع لكتاب المدرسي الصبح مئة واحد ونشرين ونبدأ بالحرفين دال ودال لدينا ذي دا دو ذن دو ذن ذن تقرأ الأولى هدهد حذاء ديك ذرة قرأوا الجملة وقف القرد على قدميه يحرك ذيله ويحين بيديه الآن مع الحرفين حرف الر والز دينا رن ذن رن زي زي رو جد زивают زؤ زنبور زع زربية مزهerdية الجملة حطى زرزور على رأس ثرافة حركت رأسها فاطارة نعم حرف العين و حرف الغين غو غي ع غن عغن غو غي ع غن عغن بطاقات جملة ترعى الأغنام في المرعة ترعى الأغنام في المرعة فإذا شبعت تعدو و تثهو فإذا شبعت تعدو و تثهو و الآن أعزائي السلاميين لديكم أنشطة بعدما قرأنا الصفحة مئة و واحد من شرين سنقوم بهذه الأنشطة مطلوب منكم بحث عن كلمات ضمن الخروف التي درسناها و ندونها في دفتري المنزل صنفة هكذا في الجدول حرف الدل و الدل الراء و الزي العين و الغين نبحث عن كلمات ضمن و هكذا قد أنهينا حصة القراءة شكرا على انتباهكم بحث عن كلمات